صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بزيرة اليوم إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير لولة الكويت الشقيقة بمقر إقامته في مملكة البحرين حيث بحث سموهما العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين وتعزيزها في كافة المجالات وسبل تطوير العمل الخليجي المشترك وخلال اللقاء شهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في تعزيز التعاون والتكامل الخليجي والعربي وما يتمتع به سموه من رؤية حكيمة تجاه مختلف القضايا وأكد سموه حرص مملكة البحرين على تنمية واصل العلاقات الأخوية التاريخية مع دولة الكويت الشقيقة في ظل ما يربط بين البلدين من روابط ووشائج تضرب بجذورها في أعماق التاريخ وعرب سموه عن ارتياحه للمسار المتقدم الذي تشهده العلاقات البحرينية الكويتية بما يجسد طبيعة العلاقات المتميزة بين قيادتي وشعبي البلدين والسعي المشترك إلى تطوير أوجه التعاون بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين وأشهد سموه بمواقف دولة الكويت الشقيقة قيادة وشعبا لمملكة البحرين في كافة الظروف معكدا سموه أن هذه المواقف تحظى بكل التقدير من كل أبناء البحرين الذين يبادلون أشقاءهم في دولة الكويت المحبة والاحترام وتم خلال اللقاء التطرق إلى قمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس تعاون لدول الخليج العربية والتي تصدفها مملكة البحرين حاليا وما شهدته من مباحثات ونقاشات تعبر عن الرغبة الأكيدة بين دول المجلس في تطوير منظومة العمل المشترك بالشكل الذي يتناسب مع التحديات الراهنة وأكد صاحب السمو أبير دولة الكويت الشقيقة وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق مزيد من التكامل والتنسيق بين دول مجلس التعاون بشكل يتواكب مع المتغيرات المتسارعة إقليميا ودوليا وعبر سموهما عن التطلعهما إلى أن تشكل نتائج قمة قادة دول مجلس التعاون في المنامة استكمالا لمسيرة التعاون المباركة بين دول المجلس بما يلبي تطلعات الشعوب الخليجية في الوحدة والتضامن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر